هلأ ما تخافوا دائماً أول واحدة زي ما بدأ الأطايف زي ما بدأ البانكيكس أول واحدة للأسف على الأغلب تفشل لحد ما تتحمى لحد ما المقلاية تاخد درجة الحرارة الصح للأش اسمه للكرب راح أول إش نزيد تقريباً كاسة وربع حليب كامل الدسم ورح نزيد ربع كاسة كريم الطبخ إذا ما عنا كريم الطبخ عادي منستبدلها بنفس الكمية ربع كاسة حليب يعني ليس مشكلة إذا صفا ما عنا كريمة لا ما فيه بكل بساطة نستبدلها بحليب سبعطينا طعم مرتشي أكثر آه بالضبط رح نستخدم هنحط زكر شوية ملح ثلاث حبات بيض أوبس وآخر إشي إذا رح نعمل الكرب حلو رح نزيد فانيلا إذا حنعملوا مالح برجع لإلكم إذا بتحبوا تزيد الفانيلا ولا لا هلا مش كتير رح يأثر أنا زيدت شوية فانيلا أوكي بشو رح نعمل بس رح نسكر الخلاط وعلى السريع نخلط كل مكونات مع بعض لحد ما يتجانس يأ هلا رح نزيد ثلاث معالق كبار الزبدة دايبة مش سخنة بس دايبة فمنقيس ناخد العيار بعد ما ندوبها اللي هو تقريباً 60 ملي رح نزيد الزبدة ورح نزيد كاسة وربع طحين هلا هو الخليط عنا هون رح يكون مش عجيني ماسكرا رح يكون عنا عجين سائلة تقريباً كثير آه أوكي هلو تقريباً كثير بشبه البانكيكس الخلطة بس يعني باختلافات شوي صغيرة رح تكون عنا هي هاي بسموها الفرنش بانكيك بس كثير كثير نحيفة بتكون طيب يلا اه رح نعمل رح نصفيها علشان نتأكد انه ما في 200% ما فيه بسم الله رف. شوفوا كيف الخليط يا جماعة القوام تبعها كريمي تقريبا زي القوام القطايف بالضبط، قريباً من القطايف. حسناً. وهيكاً. خلصنا العجينة. كثيراً مهم أن نريحها بالتلاجة على قليلة لمدة نص ساعة. سأزيد قليلاً زبدة، ليس كثيراً. فقط لكي ندهن المقلاية. وما يلزق الكرب. وإذا نضعنا كثيراً، يمكن أن يخرب. حسناً؟ ما سنقوم بالهلاء؟ أنا سأستخدم مقدار 3 كاسة لكل قطعة كرب. ثلث كاسة. هون كثيراً ضرورية هذه الخطوة. نرفع المقلاية عن النار. بعدين سنضع العجينة. وشوي شوي نلف فيها مثل هيك لحد متاخد المقلاية كلها. بالضبط. الله عليكي. لا تخافوا دائماً أول واحدة زي مبدأ القطايف زي مبدأ البانكيكس. أول واحدة للأسف على الأغلب تفشل. لحد ما تتحمى لحد ما المقلاية تأخذ درجة الحرارة الصح لالكرب. فهلا إن شاء الله إحنا ما تفشل معناها. وإذا كان هناك زبدة زيادة ستسحبها العجين. صحيح لدينا سطح أملس وحامي. سوف نفعل اثنين معكم على الهواء. الآن نجعلها على نار متوسطة. بعد أن نحمي المقلاية نجعلها على نار متوسطة. ونستنى تقريباً 30 أو 40 ثانية لحد ما نقلبها إلى الجهة الثانية. نريد أن يكون قليلاً ذهبية من أكمل جهة بالكرب. هذه لساتها لسا. نقلبها. يعني يفضل قليلاً تكون ذهبية أكتر. لكن الآن نرجعنا. الآن على صحن على الجنب، كيف نعمل معاملة القطايف. نجعل الصحن ونجعل فوقه زي بشكير نظيف. لكي نجعله سخن وما ينشف الأطراف. طحين. كريمة طبخ. حليب. بيض. ملح. سكر. وفانيلا. وهذه هي. ولا أسهل منها الصراحة. ترجمة نانسي قنقر.